نشارك معكم احسن وصفة لتبيض الجسم والمناطق الحساسة وفي نفس الوقت ترطيب عميق للبشرة خصوصا البشرة فيها تجاعد كثيرة على مستوى الجبهة او على مستوى العنق اليدين نشارك معكم احسن وصفة لتبيض الجسم يشمع باللارة ونشاء الله تبيض بياد التلج سيكاتري وستسبوغات الشمس اثار الحبوب وزروجية خصوصا ديك فيل اللي تبقى لتصيف كامل حتى نخرج من البحار ومن بعد ما يدوز الفصل الصيف ويأتي فصل الشتاء تبقى ديك فيل طول العام فان شاء الله سنحيدوها ونحيدو جميع السيكاتريس او لجميع اللي تخاص اللي تكونوا فلوكوغ كامل وبهاد الوصفة سترجع ان شاء الله سترجع ان شاء الله وغادي تديريها اختي وطالة الليلية وكذلك البناس لغوسات القهوة والفازلي اللي كما قلناك تترطيب عميق للبشرة وزايد انها كذب التسبوغات وزروجية وكحولية فدروا واحدة العريسات يعني هدي من العريسات اللي بغي الجسم ديالهم يتوحاد عاوض مثلا ماينفقو اولا يخسرو الفلوس دياله او لا فا ماكيلاش يبيضوا للكوغ ديالهم وغيف في المنزل ديالهم وفي الصحة وراحة ان شاء الله تجربوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزوين ثم هو الفازلين الزوين تستخدمه مرطب أو حساب نوعي في البشرة لتجذب آخر أشتركوا في القناة 3 درهم 5 درهم ولكن إفكاس وزويني هذا البنات الحامض هذا كبيض وصراحة غزال في تفتيحه في علاجه البوقع هذا الحامض نصح به النساء أو لبنات اللي عندهم الزروقية ولا سيكاترس ولا السواد في البارتي أنتيم وحتى فلوكور كامل هذا البنات بالتفاح أو بالبوم تحمق عشاق التفاح أين أنتم؟ عشاق التفاح تحمق ما بين 24 حتى 48 ساعة والسيكين هذا الزرق لا يوجد تشريه خصوصا النساء لديهم حساس الدرجة كبيرة لا يتقبلوا في أي شيء فنصحوا بهذا الزرق هذا الزرق كي يأتي غزال وطبيعي لا يوجد تشريه السيكين بالأرقان هذا الزرق منافع كثيرة وهذا الشكل السيكين كاكاو هذا البنات كان حمق لأنه تحمق بالكاكاو فنصحوا بهذا كلهم ممكن تلقوهم بخمسة درام 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 سيستخدمها سواء ناس كافي أو ماركات كامل لأخذياء ونحتاجه في المقادر التانوي بيض بيض هاة سوف نحتاج هذا الى مكوه لا نشاركه معكم سوف نفتح بيض وعالج السواد وعالج جميع المشاكل سوف نستخدم نوعية الروز سوف نستخدم حبيبات بيضاء صغار وعالج جميع المشاكل هذه النوعية بالضبط ولكن هذه النوعية البيضاء زوينة وكتوحد اللون سوف نحتاج الى الحليب لنسبة لي للمشاكل هذه النوعية هي للأطفال ولكن دائما نستخدمها في الوصفات الطبيعية ودائما تمتاز زيب الفعالية وفي أنها افكاس ضغية لا تطول بزيارة قهوة سرعة الدوبان سوف نستخدم الفازلين بيض بيضة الحليب بودر والأرز سوف نحتاج الى ورق الحمام أو ورق المطبخ فهما نفس الشيء بحل بحل من الأحسن تكون نوعية لها شوية مزيانة لكي لا تطبق البشرة لكي لا تفرتس أو تقطع من الأحسن يكون نوعية مزيانة وهذه هما المقادر حبيبتي سوف نعودهم قهوة 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 بيض بيضة ورق المطبخ أو ورق الحمام أعزكم الله ورق الحمام وأرز والهوز والحليب حليب غبرة ممكن تخدموا الماورد من تلك الماورد لديهم السيغن أو الهيلات السوداء فهذه الماورد لا تخصص بمزيانة و ممكن لا على حسب في المطبع الحال يبقى لكي كامل اختيار نضيف المكونات الثانوية نضيف المكونات الثانوية كمية من القهوة خلط القهوة والبيض جيد نضيف المكونات الثانوية بياض البيض تجمع بياض البيض نضيف كمية الاروز 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 ثم نضيف جميع الاروز ثم نضيف كمية الاروز ونضيف كمية الاروز نضيف الفازلين نضيف كمية قليلة نضيف الملعقة نضيف الفازلين نضيف الملعقة نضيف الملعقة اخليك اليوم ورق الحمام طبقوه على وجهكم او اليدين على حسب المنطقة التي تزولون منها التجاعد سواء وجهكم عنكم مهم ايها باغتي متبا يتلحل مثلا على سبيل المثال انا غادي نديرو على اليد ديالي ونبدأ نطبق وحاولوا دائما تبدو بالجناب يعني هاد الجناب هادو انا غنشرح لكم كتر باش تشوفوا او باش تفهموا الوصفة علش باش هكدا تلسق او تبتلكم هادك الورق ديال المطبخ او ورق الحمام كما قلنا سابقا تمام باتتلحه فى حتى تشوفوا الورق ديال كما تبتدبر بعد قوم باشيار او من الفوق ديال المحلول ديالنا تجري تجري الورقة تجري الوساخ , الخلايا الميتة , القشور , الشعر الزائد تجري كل شيء تجري كل شيء تجري كل شيء تجري كل ماسك تجري الترطيب لعلاج ججاعي تجري الترطيب مادة مركبة تجري إزالة جميع الشوائب تجري الأمر طبعا على الأشياء لحدي特ي شعر الزائد ستجري هذه الترطيب وثيرى ويجب الترطيب لدي الأعلاج جميع السيسان واسق اشتركوا في القناة